بارح منظمة الصحة العالمية أشادت وقالت أنه مصر استقصالت مرض شلل الأطفال وهي من أوائل الدول اللي أدخلت اللقاح الجديد نوفال وكمان حفظت على منح التطعيمات للأطفال خلال وباء كورونا ويمكن كان هناك حديث أنه بعد وباء كورونا في بعض الدول انتشر تاني شلل الأطفال خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن نجاح التجربة المصرية والمنظومة المصرية في استقصال مرض شلل الأطفال من الدكتور حسيني عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة صباح الخير على حضرتك يدعوتي سباح نوريفة دمت حياتي لقاح نوفال واستقصال مرض شلل الأطفال وظهور مرة أخرى في دول بعد جائحة كورونا ملامح التجربة المصرية في هذا خليني أقوله هيك أنه إحنا في 2004 ده كان آخر اكتشاف لحالة مصابة بشلل الأطفال في مصر 2006 منظمة الصحة العالمية أعلنت أن مصر دولة خالية من الإصابة بشلل الأطفال ده مش كان بس على مستوى مصر ده كان على مستوى العالم أنه تم الإعلان عن القضاء على شلل الأطفال كمرض نتج عن ذلك تصرف مختلف من ما بين الدول أنه كثير من الدول توقفت على أن يكون التلقيح أو تطعيم شلل الأطفال هو جزء من التلقيح الروتيني الإجبالي إحنا في مصر الحقيقة لم نتوقف عن ذلك وفضل تلقيح شلل الأطفال هو جزء من الروتين المرتبط بالتلقيح لكل الأطفال المولودين مع الأسف الشديد أنه نتيجة لده وكمان بعد الإصابة بكورونا والعبء الكبير الذي سببته الجائحة على النظم الصحية في كثير من دول العالم الناس كمان مش بس ما بقتش تروح تتلقح لأنه ما بقاش إجباري ده كمان الناس اللي كانت متعودة تروح بدأت تتكاسل وبدأ يبقى فيه صعوبة لتوفير خدمة اللقاحات أنا أتكلم على الدول اللي ظهر فيها المرض توفير خدمة اللقاحات مع الاهتمام بالمصابين بكورونا إحنا الحمد لله السياسة الصحية المنصرية مختلفة إحنا على الرغم من اللعبء الكبير اللي سببته الجائحة لكن وأعتقد يمكن ساتريس ذكر ده في أكثر من لقاء أنه كان دايما بيؤكد على أنه الاهتمام بالكورونا لا يعني إغفال بقية الأمراض ويمكن في وسط الجائحة وارتفاع المعدلات على مستوى العالم كان ساتريس بتكلم على أهمية الجائحة وفي نفس الوقت بتكلم على قوائم الانتظار على المبادرات الرئاسية لم تتوقف لحظة كذلك البرنامج القومي للتطايمات لم يتوقف لحظة وبالتالي وزارة الصحة كانت دائما حريصة على الاستمرار في كل الأنشطة اللي منها التطايمات وعشان كده الحمد لله إحنا ما زلنا دولة خالية من الإصابة ما عندناش إصابات وإحنا بنعمل بشكل روتيني حملات قومية مرة أو مرتين في السنة يعني خلال الخمس سنين اللي فاتت عملنا أكثر من تسع حملات وحملات محدودة حملات محدودة يعني منتكلم على محافظات معينة السنة اللي فاتت مثلا والسنة دي نتكلف أكثر من تلاتة أو أربع حملات ودلوقتي في حملة محدودة شغالة يعني احنا ما عندناش بلغة الأرقام يا دكتور أي إصابات من 2006 في ورش الأطفال ما فيش طفل واحد في مصر من 2006 حتى عشرين اتنين وعشرين عنده إصابة شغالة الأطفال ما عندناش بلغة الحقيقة مش بس بلغة الأرقام نحن صفر إصابات من سنة 2006 بشلل الأطفال وده سببه أن احنا مستمرين في البرنامج القومي للتطعيمات الإجبارية بالإضافة للحملات القومية والحملات المحدودة التي تقوم بها وزارة الصحة للقضاء أو لزيادة الممنعة والاستمرارية في الحفاظ على السجل ده خالي طيب معلش يفضل خالي لديه يبقى عندنا تطعيمات بشكل مستمر أوضح لحضرتك طبعا كان فيه على شوية على التليفونات حديث عن رسائل صوتية بتتكلم عن حالات إصابة بشلل الأطفال هل في مرض ما تم الإبلاغ عنه مثلاً مواصفاته أو أعراضه مشابهة لشلل الأطفال الحقيقة أنه لا والحقيقة برضو أنه الأمراض مش من الحاجات اللي بتستخبع يعني يعني لما يبقى فيه حريق لما يبقى فيه حدثة لما يبقى فيه مرض منتشر مش محتاجين نسمع عنه وبالتالي الإشاعات المسموعة أو المكتوبة فيه أمر يدرك بالعينين وبالمشاهدة الحقيقة هي محضة أكاذين يعني أنا مرض موجود يعني أنا أثف في الكلام يعني ده هو لما بيحصل أنه فيه عقر الحيوان فيه قرية من أقاصي القعيد مصر كلها بتعرف أنه فيه كلب عض ستة أشخاص ده مش سر وبالتالي إنه يبقى فيه صوت يقول ده البلد منتشرة شلال الأطفال ما هي بلدي أنا وإنتي وحضراتك والناس فيهن بقى دول طيب جلوبلي عالميا عالميا فيه دول لا 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 هذا سؤالي عالميا ماذا تعني إشادة منظمة الصحة العالمية بأن مصر تجربة رائدة وملهمة فيه شلال الأطفال يعني أشادت قبل ذلك كدابليو إتش هو بمصر فيه تجربة فيروس سي وفيه معالجة أزمة كورونا متى تعلن المنظمة الدولية المهتمة بالصحة العامة للبشر في كوكب الأرض أن هذه الدولة شطرة في المجال ده تفوقت في هذا تعلن المنظمة الصحة العالمية معنية بوضع السياسات والاستراتيجيات فمنظمة الصحة العالمية كثيرا ما نادت بأنه لا ينبغي أن يكون الاهتمام بالكوفيد يأتي على الاهتمام ببقية الطوارئ الصحية أو الأمراض الصحية الأخرى وكثيرا ما كانت تقول ذلك طيب لما يبقى في دولة زي مصر أثبتت أنها تسير على هذا المنهج وأن القيادة السياسية ووزارة الصحة ودكتور خلال عبد الفاروزين الصحة والسكان يسيرون عمليا بقى بيطبقوا الاستراتيجيات يعني منظمة الصحة العالمية تقول استراتيجيات كلام طيب إحنا كدولة بنطبق ده على الأرض فعندما تجد منظمة الصحة العالمية أن الدولة ملتزمة بتطبيق العمل لإستراتيجياتها ومش بس كده ونجاح هذا التطبيق العملي ممش كفايا أن أنت تقول أنا بطبق عملي لا يبقى في نجاح للتطبيق العملي طب إيه للسراتيجية؟ إنه يا جماعة لا يعني أن ننتهاش للأطفال معناه أن نبطل التطعيمات الدولة المصرية التزمت بذلك لا يعني جائحة كورونا أو غيرها من الجوائح أن تأتي على حساب بقية الأمراض الدولة المصرية التدمت بذلك وكان في حملات قومية شغالة وكان في مبادرات شغالة في أثناء الجائحة هذه السلسات التنمية المستدامة كده يعني لما تحطها الأمم المتحدة كسياسة عامة والتطبقها باقي هذه الدولة بالضبط كده طيب تطعيم شغال الأطفال يتعرض مع أي تطعيمات أخرى؟ لا خالف إطلاقا إطلاقا في أي سن يعني لغاية كم سنة؟ إحنا الحملة لحد سن 5 سنين من صفر 5 سنين ليه لحد 5 سنين؟ مش لأنه بعد 5 سنين ما ينفعش يتاخذ لا ينفع يتاخذ لكن لأنه من غير المرجح ومن النادر جدا أن تحدث إصابات بعد 5 سنين بعد سن الخماسين وخليني أنا عايز أفرق ما بين حاجتين مهمين جدا ما بين أنه يبقى الأمر متاح للاستخدام الفردي يعني للطفل اللي عنده 6 سنين يقدر يروح يطعه يقدر يروح يطعه مش في خلال الحملة القومية يقدر يروح يطعه أو خلال الحملة المحدود لكن هناك فارق ما بين التصرفات على مستوى الأفراد وبين أن الدولة تتبنى الدولة متبنية تطعيم من ديره لخمس سنين ليه؟ لأن هي دي المرحلة العمرية اللي لها قدر الله احتماليات الإصابة فيها أعلى لو ما اطعامناش طيب الفترة الأخيرة وحديث الولادة هل اختلفت الفحوصات اللازمة لحديث الولادة؟ بعد يعني إحنا بنقول إن إحنا بنعيش زمن برضو في أوبيئة والناس بتبقى الآن هل في فحوصات معينة لازم تتعامل لحديث الولادة؟ هنا عندنا كده مبادرة مرتبطة بحديث الولادة عندنا مبادرة الكشف على الأمراض الوراثية في حديث الولادة ودي بتتم بشكل منتظم وعندنا مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع والكشف المبكر المسح السمعي بقى جزء من البرتفوليو اللي موجود في شهات الميلاد زي وزي التطعيمات كده يعني التطعيمات في الدفتر الطعام يوم كده وطعام كده بقى المسح السمعي كذلك فإحنا الدولة من خلال المبادرات الرئاسية بقى عندنا موضوعين مهمين جدا وهو الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية أو مبادرة الكشف على الأمراض الوراثية ومبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمعي هنا منظمة الصحة العالمية لما قالت في بقانها قالت أن مصر استقصرت مرارة الوراثية للأطفال وكانت من أوائل الدولة التي أدخلت اللقاح الجديد نوفيل ما هو اللقاح الجديد نوفيل؟ وكيف اختلف عن سابقه؟ يعني هو دلوقتي يعني اللقاح عموما ما عادش فيه جديد وقديم هو اللقاح جديد للأطفال نوعين نضج علميا إمتى؟ من سنين طويلة آه سنين طويلة جدا احنا بنتكلم على ما فيش برجن جديد يعني يا دكتور كومبو تركيبات سابق لا ما فيش برجن جديد ولا هاجة لكن هي الفكرة أنه فيه نوعين من أنواع اللقاحات شل الأطفال فيه لقاح فموي يؤخذ عن طريق الفم وده اللي احنا بنيديه من خلال الحملات القومية النقط للأطفال النقط اللي بتحط في البقاء وفيه لقاح تاني بيؤخذ عن طريق الحق ده اللي احنا كل شوية بنستخدمه ليه لأنه أكثر فاعلية مش فكرة أنه أكثر فاعلية أنت بتعمل تعطيئة كاملة ده اللي بيعمل علامة في الإيد ده يا دكتور ده اللي بيعمل علامة في الإيد ده مصر كلها عندها العلامة دي لأنه الحمد لله إحنا ملتغنين بس هو اللي بيعمل علامة في الإيد بتاع الدرن ده اللي بيعمل في الكتف كده تلاقي فيه ده بتاع الدرن لكن بتاع الشل الأطفال ما بيعملش علامة في الإيد يعني فإحنا بنستخدم النوعين الحقن والفموي التطعيمات القومية بتبقى بالحق لكن ما بين بتبقى بالفم أنا أسف لكن ما بين فترة وأخرى بنستخدم ده عشان يبقى عندنا تغطية كاملة وشاملة ونفضل دايما محافظين على سلامة المواطن سلامة أطفالنا مصر خالية من الإصابة بشكل الأطفال طيب حالات كورونا يا دكتور الوضع في حالات كورونا خليني برضو أقول بوضو أولينا برضو ناس كتير الأيام دي إحنا نأخلين عشريتها تقلبات جوية طبعا من خريف ناس مصابة بأعراض بارد ربما تكون كورونا ومحدش بقى عارف إحنا إحنا كدولة ما زلنا ملتزمين بأن منظمة الصحة العالمية لم تعلن انتهاء الوباء لكن نحن نشهد على المستوى المحلي وعلى المستوى العالمي انخفاض في معدلات الإصابة طيب إلى متى يمكن أن يستمر ده طول ما إحنا عندنا مناعة مجتمعية قوية بسبب اللقاحات فالأمور مستقرة مجرد ما هنبدأ نتخلى عن الحذر ونتعامل مع الموضوع على أنه انتهى وهو لما ينتهي بعد هنا نبدأ وده شوية حاصل ده من الصح يبقى أنا عندي مجموعة من السلوكيات الحميدة اللي علمت هلنا الكورونا وقلزمتنا بيها المفروض أنها تظل ثابتة التباعد الاجتماعي ده سلوك حميد جدا تطهير المستمر للأيدي ده سلوك حميد جدا كمام استخدام الكمامات في الأماكن في العالم كلنا بالنموضوع ده سلوك حميد جدا يبقى المفروض السلوكيات دي تتحول من سلوكيات مرتبطة بوجود انتشار عالي للوباء إلى ممارسة يوميا احنا لازم نحافظ على ده اللقاح ثم اللقاح ثم اللقاح والوسيلة الذهبية لرفع المناعة المجتمعية ورفع المناعة الشخصية وبالتالي تقليل شدة الإصابة وتقليل معدلات الوفيات ومنع التحورات لأنه احنا آخر تحور الأوماكرون منتشر بشكل أعلى لكن شدة المراضة أقل لكن الفيروس لن يسكت هو حرب حياة هو يريد أن يستمر ونحن نريد أن نستمر وبالتالي لا يمكننا أن نعطي الفيروس القدرة على أنه يتحور من خلال يعني في بداية أنا آسف للإطالة في بداية الجائحة ما كانش القرار قررنا النهاردة بقى استمرار الجائحة من عدمه ده قررنا إحنا احنا عندنا اللقاح عندنا الدواه عندنا السلوكيات الحميدة فنحن نملك قرار انتهاء الجائحة بالالتزام بما تعلمناه من خلال الجائحة طيب دكتور يعني حضرتك ربما مش ربما هو أكيد الحركة متحدة تلسمي باسم وزارة الصحة حالية حالية وبتواجه كثير من الشائعات كعادة أي مستقل حكوم صحيح لكن هل توقعت أن تكون جربات الماميز أحد هذه المصادر الهامة اللي تعتمد على نشر شائعة زي أن وجود شرى الأطفال رغم أن الوزارة بتنكر تماماً هذا الأمر وبتنفيه نفي قطع يعني ما هو تأثير جربات الماميز على متحدث رسمي باسم وزارة لا والحقيقة مش تأثير جربات الماميز هي عرب الشائعات أي منتشرة بكل أصدق تقوم بها مش بس أفراد ده تقوم بها جهات وتقوم بها مؤسسات بس ربما ده غير مقصود ولا ده مقصود لا لا فهو بيستخدم البيئة التي من المتوقع خصبة أنه تنتشر فيها الشائعة صحيح فهنا النهاردة بتكلم على شلل الأطفال بالأكاذين هروح أنشرها فين هنشرها وسط أكثر الناس اهتماما بالأطفال وقلق الأمهات وقلق يبقى مين أكتر حد ممكن تنتشر فيها هذه الشائعة عشان كده احنا بنقول أنه من المهم جدا أن يكون عندنا وعي وأن الوعي ده لا يشمل فقط الفئة معينة بالمجتمع ده لازم كلنا نعلم أولادنا الوعي وأهمية أخذ المعلومة من مصادرها وده موجود من قديم الأذل فكرة التثبت من الكلام التحقق من الرواية هو النهاردة لو حد جي قالك أي موضوع وانت رايحت يعني انت لو حد جي قالك أنا لقيت كيلو شيء معين في السوبر ماركت بنص جنيه وهو تمل المعتاد ميت جنيه هتنزل تتحرك تروح للسوبر ماركت ده وبينك وبينه وثلاثة أربعة كيلو ومش هتعمل كده هتبدأ تسأل وتتأكد مرة واثنين وثلاثة عشان تتحرك عشرة كيلو وتروح تشتري حاجة فكيف تقبل على نفسك إنك مجرد صوت من مجهول أو كلام من مجهول أو كلام حتى هو تركبته غير مستقيمة يصبح عندها قناعة وتبدأ تتعامل اسمح لي أسألها دير ربما إن هي أم وعندها مشتركة في كل جروبات المامز أنت جاي جاي بتاعت جاتلك هم مصدر شائعات فعلا أنت بتعاني من إنه هو ممكن يبقى فيه قلق أو كده بصفة أم أحيانا ممكن ده بيحصل لكن أنا بشوف إنه الناس برضو بقى عندها وعي بشكل كبير حتى لو تم تداول الفويس نوتس دي بتلاقي ناس تانية وبعدين الحقيقة من المهم إنه نحن نفكر نسأل نفسها هي القدرة على الانتشار دي مين اللي يملكها مين أكيد مش أفراد يعني مين اللي يملك القدرة على إنه خلال نص ساعة أو ساعة تلاقي تتوزع الفويس ده وهذه الرسالة الأكذوبة موجودة يا بنات أنا لقيت الرسالة دي يعني مين اللي يملك القدرة على سرعة الانتشار السريع بهذه القدرة يعني مفروض ناس تسأل نفسها يعني أنت أنت الخبر ينتشر لو هو خبر طبيعي بينتشر فيه مجموعة وسط المجموعة بعدين يعدوا يومين ثلاثة أربعة لحدا ما يبدأ لكن خلال نص ساعة تلاقي الخبر انتشر بهذا الشكل الحقيقة المذهج الدولة المصرية هو إماتة الشائعات بإشاعة الحقائق ما فيش وسيلة الرد على الأرض يعني ما فيش وسيلة إنك تظهر الأكاديب غير لما تشيع الحقيقة فنحن نشيع الحقيقة بكل شفافية وبكل وضوح وبالعلى العكس وبس الأحيان الواحد بيتأثر على المستوى الشخصي لأنه الدولة شغالة عشان تمنع وتحافظ على أطفالها فلما يجي يتم الطعن فيك يعني هو أقولك أصلهم عاملين طب إحنا لو إحنا مش فارق معنا بنعمل حاملة ليه على العكس الليسان بيحس بالتأثر نحن عاملين حملة حتى نحافظ على أطفالنا وعليكم فلما تيجي الشائعة وإنت بتقوم بعمل الهدف منه هو الحفاظ على صحة مواطنين أكيد بتتأثر لكن في النهاية أعتقد أنك حسام لأكل فئات المجتمع تعي تماما قيمة مسألة التطعيمات وتوافر التطعيمات وأن التطعيم دايما مفراش في وزارة الصحة والمجهود الكبير اللي بتقومي أطقم الطبية في مسألة التطعيمات في ظل سلاسل إمداد فيها مشكلة في ظل الدولة توفر لمواطنيها ولأطفالها اللقاحات والأدوية وبتعملهم حملات قومية فلما تلاقي شائعة ذاك تتأثر على المستوى النفسي لكن تظل دائما مؤمن بصدق قضيتك مؤمن بوعي مواطنيك مؤمن بأنه أنت تسير على الطريق الصحيح كلما زارت الشائعة فأنت تسير على الطريق الصحيح دكتور عايز نروح معك لسرطاني السادي وإحنا في شهر أكتوبر شهر التوعية بصرطاني السادي وإحنا عندنا تراجع في نسبة الإصابة بالمراحل المتأخرة يمكن الثالثة والربعة من 58 إلى 29% كمان عندنا بقينا بنتشفه بطريقة أسرع في الوقت المبكر ارتفاع في النسبة دي تقريبا مصدد 70% لسه فيه ستات بتخاف تروح تعمل كشف دوري عن السرطان وأعتقد أن المنتقفة دي تغيرت بالنسبة كبيرة لكن إحنا بنأمل في المزيد لأنه وإذا كانت اتغيرت الحقيقة فكل الكريدد يروح هنا لحملات التوعية المستمرة بالمؤثرين على السوشيال ميديا بالفجرز الأعلامية والفنية المستمرين في مسألة التوعية وباهتمام سيد الرئيس بدعم صحة المرأة المصرية تقول إيه للسيدات اللي لسه بيه خافوا أنهم يروحوا يعملوا الفحص ده أهمية الفحص ده في الوقاية والعلاج من سرطان السادي واحد من ضمن الأمراض السرطانية التي تصل نسب الشفاء فيها إلى أكثر من 98 29 وأحيانا 100% بشرط اكتشاف المبكر ده الدولة عملت اللي عليها فيها بقاك أنت وأنت كذوق كورا في لعبك اللي في ديكو القرار وهو الاكتشاف المبكر أنا وفرت لك إزاي يتم الاكتشاف المبكر مطلوب منك ومنك ومنك مرة أخرى أنك تبقي حريصة على الاكتشاف المبكر وده لا يكون إلا من خلال أنك تروحي وتكشفي وتتبعي وتشوفي من غير عراجها وتضمن لك الدولة من غير أي عوائق وطب من لك الدولة أنه في حل الاكتشاف المبكر في لسبة شفاء فوق الثمانية وثمين صحيح أخيرا يا دكتور كيف استعدت وزارة الصحة لاستقبال مؤتمر المناخ الضيوف القادمين في ظل ربما جائحة لم تنتهي في ظل ربما استعدادات صحية غير مسبوقة في ظل وجود عدد كبير من زعماء العالم المشاركين في الحقيقة أن التأمين الصحي لمؤتمر المناخ هي قضية كبيرة وهو الشغل الشاغل اللي علاج الناس اللي مصابين وتجهيز المستشفيات وتجهيز الأماكن الإخلاء أنت بتتكلم أنه يبقوا في صحة أنت عايزهم في مؤتمر المناخ يبقوا في ويل بينج ويل بينج يعني بدنيا كويسين نفسيا كويسين روحيا كويسين وبالتالي بداية من المطارات والناس جاية والكشف والحجر والتأكد من سلامتهم ومرورا بالحافلات والطرق العاملين في السياحة احنا خلطنا أكتر من 18 ألف واحد عادة تطعيم للكورونا من اللي شغلين في شرم الشيخ الفنادق الأغذية المية فأنت تتحدث الإسعاف في حالة الطوارئ الطبية الحقيقة أن هناك خطط بتعد وشغلين وانتهينا من حاجات كيرة جدا الجو البيئة الكلايمت أن تكون مستشفى شرم الشيخ مستشفى خضراء صديقة للبيئة كل ده الحقيقة ده موضوع يحتاج مننا حالة حقوق سلسلة من الثلاثل زي كده اللي بتطلع أكتب من 3400 حلقة شكرا يا دكتور دكتور حسام عبدالغفار متحدث باسم نظارة الصح ربما تحدث معنا على عدد كبير جدا من الموضوعات منها نفي ونفي قاطع وحاسم بالشائعة الخاصة بانتشار مرات شر الأطفال لا توجد أي حالة من 2006 دولة مصرية ملتزمة بجدولة تطعيمات شر الأطفال وربما بنلحظ ده حتى في صعيد مصر وقرها الإقبال على المراكز الصحية في بالذات في مرات شر الأطفال هو حاجة أساسية ورئيسية لاستكمال أوراق هذا الطفل بنشكر أكبرتها دكتور حسام نورتها شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر